موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من شبكة شام التي نشرت مقالا لصلاح الدين بعنوان محاكمة لسلوك حزب البعث حيث يشير الكاتب لأن الحزب لم يفتأ في منطلقاته الفكرية من تمجيد العرب والعروبة والتغني بها بل إقصاء كل من ليس عروبي من بلاد العرب نظرية تماد بها البعثيون حتى وجدت رأس النظام السوري منذ سنوات يجعل من الأكراد عربا معللا ذلك بانتهالهم من الثقافة العربية وتغذي عليها حتى أنه اعتبر برابيرة المغرب وهكسوس مصر و أبناء العرق الآري من من يستوطنون هذه البلاد عربا لكي يضمن استقامة أهدافه في وطن قومي عربي يكون مطمح الآمال لهذه الأمة و دعونا نناقش السلوك الذي انتهجه القائمون على هذا الفكر في ضوء فكرهم و لتأطير كلامنا سنحصيره في سوريا فالثالوث المقدس الذي بنى حزب البعث عليه فكره هو وحدة حرية اشتراكية لتحقيقه و يتعين عليه تسخير طاقات الجماهير الكادحة للوصول إلى هذه الغاية فبالنسبة للوحدة ورث الفكر القومي العربي البلاد في خمسينيات القرن الماضي متربعا حاكما على عرش البلاد وقد كانت الحدود أقل عمقا من من نحن عليه الآن لا ينظر العربي في بلد إلى العربي في بلد آخر إلا كنظير له و ليس تلك الحدود أكثر من خطوط وهمية لا توجد إلا على الورق إلا أنه بعد وصول البعث كرسا تلك الحدود وساهم في فصل الشعوب عن بعضها وفرزها بحسب بلدانها وأصبحت الحرية في عهدهم لا تتعدى شعارا معظم الصادحين به لا يعرفون حتى معنى ليست أكثر من كلمة خشبية لروح فيها فالبعث صمم هيكلا للحرية وعلى الجميع أن يكونوا على مقاسه ولن يجد البعثيون غضادة فيما لو زاد المرء عن الهيكل الموجود أن يقص زائد منه حتى يلائم بناءه الحجر والاشتراكية في أساسها لها أصل شرعي مستنبط من مذهب الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فقد كان رضي الله عنه يفسر الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ويحملها على مطلق الكنز لا على الزكاة فحسب إلا أن البعث في ممارساته جمع تلك الإمكانات الهائلة وأخفاها عن العيون لتكون في يد أمين على حد قوله ليتضح فيما بعد أنها كانت نهبا للمتنفذين وعندما تراقب التناقض الواضح بين منطلقات البعث وسلوكيات القائمين عليه في سوريا فحزب يعتبر العرب والعروبة أسى مقوماته يتحالفوا بشكل استراتيجي مع من ينظرون وينظرون إلى العرب والعروبة أنهم أعداؤهم الحقيقيون كإيران وعليه نجد بأن الأشخاص القائمين على البعث السوري أرادوا أن يأخذوه مطية لتغطية النسبة الضئيلة التي ينحدرون منها في مواجهة الأغلبية التي يصعب تهميشها بدون مثل هذه الألاعيب الشيطانية ونطالع في صحيفة الجاردين مقالا لسوماس ميلين بعنوان الآن تنكشف الحقيقة كيف ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في بزوغ نجم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وقال كاتب المقال أن الحزب الطائفي الإرهابي لن يهزم من قبل نفس القوى التي ساهمت في تكوينه وأضاف أن حملة الحرب على الإرهاب التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش منذ أربعة عشر عاما والتي بدأ أنها لن تنتهي بدأ الحبل يلتف حول عنقها وأشار كاتب المقال إلى أن محكمة بريطانية اضطرت إلى إيقاف محاكمة رجل سويدي يدعى بيرليهين جيلدو بتهمة ممارسة الإرهاب في سوريا بعد الكشف عن أن المخابرات البريطانية كانت تمول نفس الجماعة المعارضة التي ينتمي إليها وأوضح أن تداعيات هذا التمويل واضح بصورة كافية فبعد مرور عام على الثورة السورية فإن الولايات المتحدة وحلفائها لم يدعموا ويسلحوا المعارضة التي تترأسها مجموعات إسلامية متشددة فقط بل كانوا مستعدين لدعم تنظيم الدولة الإسلامية من أجل إضعاف سوريا وأرداف أن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أسست تنظيم الدولة الإسلامية مع أن بعضا من حلفائها الخليجيين لعبوا دورا في ذلك وفي صحيفة التايمز البريطانية التي نشرت مقالنا كتبه توم كوغلان وإيمال يعقو به وسارة إليزابيث ويليامز الأسد يجند المرتزق الأفغانية للقتال في سوريا يقول كتاب المقال إن زعماء المجتمعات الشيعية في كابل يقولون إن السفارة الإيرانية في كابل تمنح شهريا تأشيرات دخول للمئات من الرجال الشيعة الراغبين في القتال في سوريا كما يقوم موقع باللغة الأرضية على الإنترنت بالتجنيد في باكستان ويعيد بتقديم ثلاثة ألف دولار للراغبين في الانضمام ويشير المقال إلى أن بعض المحللين يقدرون أن نحو خمسة ألاف مقاتل أفغاني وباكستاني يقاتلون الآن إلى جانب القوات السورية التي تواجه مسلحين أكثر تنظيما تمولهم تركيا والسعودية وقطر وأن إيران هي المزود الأساسي بالسلاح والمقاتلين والتمويل للرئيس الأسد وتركز عمليات التجنيد في أفغانستان على أقلية الهزارة الشيعية التي طالما عانت لطهاد ويقول أحد قادة الشيع في كابل إن الدافع الأساسي للانضمام هو البطالة بالإضافة إلى الدوافع الدينية ويلفت المقال إلى أن بعض المجندين جاءوا من صفوف المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في إيران والذين يصل عددهم إلى نحو المليونين ويقول مسلح المعارضة في سوريا إنهم يقتلون أو يأسرون المزيد من المقاتلين الأفغان والباكستانيين وإن بعض من وقع منهم في الأسر جنوب سوريا منذ أسبوعين قالوا إنهم كانوا ضمن وحدة ضمت ستمائة أفغانية وينقل المقال عن الرائد عصام الريس المتحدث باسم مسلحي المعارضة في سوريا قوله إننا نواجه في الشهور الأربعة الأخيرة نحو ثمانين في المئة من الأجانب وعشرين في المئة من السوريين ويقول قائد المسلحين المعارضين للأسد في درعة إنه خلال هجوم الشهر الماضي كان معظم من يواجهونهم من الأفغان جريدة المدن الإلكترونية نشرت مقالة لنديم قطيش بعنوان هل سقط الكيان اللبناني حيث يؤكد الكاتب بأن حزب الله يتقن فن التضليل الإعلامي يجيد لعبة المرايا وقنابل الدخان ثم تدائما ما يقوله وثم تما يفعله آخر تقليعات الحزب دعوته الدولة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجري في جرود عرسال وضغط عليها إعلاميا وسياسيا لتفويض الجيش اللبناني المفوض أصلا قل ما بدى هذا الحزب مهتما فعليا بالدولة هي قوة إسناد عند الطلب أو شماعة يعبر منها إلى مشاريعه ومخططاته متذرعا بضعفها وقلة حيلتها دعا أمين عام الحزب الدولة إلى أطلاق عملية عسكرية في جرود عرسال مهددا أنه يتأخر في الحلول مكانها إذا لزم الأمر ظاهرا الأمر أنه أعطاها فرصة التحرك والمبادرة وحقيقة أنه مضى في مشروعه في الجرود حتى قبل جلسة مجلس الوزراء ويوم دخل الحرب سورية دخلها في زمن حكومته لكن سجلات مجلس الوزراء تكشف أن الحزب لم يناقش في أي جلسة من جلسات حكومته الهواجس التي تذرع بها يومها للدخول في الحرب أما حين يناقش حزب الله على طاولة مجلس الوزراء ما يتصل بالحرب في سوريا ودوره ودور الدولة وطبيعة الصرع فهو يبدو في حالة انفصال تام عن واقع سوريا وواقع المنطقة انفصال متعمد هو الآخر إحدى أدوات التعمية والتضليل دخل حزب الله حربا لعلاقة لأسباب دخوله إليها بأسباب استمراره فيها وهو اليوم شريك في مغامرة رسم الخطوط داخل سوريا وربما خارجها إيران التي دفعت بآلاف المسلحين مؤخرا تعلن بخطوتها هذه ما يضمره هذا الحزب لا سيما أنها أجبرت نظام الأسد على التسليم بأن المهمة الآن هي ترسيم خطوط النفوذ والتماس وتحديد ما يمكن حمايته والإمساك به قبل انطلاق البحث في حل المسألة السورية تركيا في شمال السوري سيزداد تدخلها علنية بمجرد انتهاء الانتخابات التركية الأردن يعمل جنوبا إسرائيل ليست بعيدة وباتت تقر بأدوارها وإيران عبر ميليشياتها في الساحل العلوي وامتداده اللبناني ودول حصر لها تحل السماء بقيادة واشنطن تحتل السماء بقيادة واشنطن قريبا لن يحتاج الحزب لإحراج الدولة قبل الانطلاق في مغامرته سننظر وينظر هذا الحزب ولن تكون هناك لا دولة ولا كيان ولا ما يحزنون موقع سورية نشر مقالا لفرزاد فرهنكيان بعنوان ضابط كبير إيراني منشق عن الحرس الثوري يكشف أسرار خطيرة والكاتب فرزاد دبلوماسي إيراني معارض عمل مستشارا بوزارة الخارجية وعمل في سفارة دبي وبغداد والمغرب واليمن وبلجيكا حيث يقول الكاتب قبل أيام كنت باجتماع مع بعض أعضاء مجلس المعارضة في الخارج حيث كنا في فندق صغير بأحد ضواحي باريس وبعد الاجتماع انفرت لمدة أربع ساعات مهمة بقائد كبير من الحرس الثوري ترك منصبه قبل فترة ويرتب الآن لإقامته في الخارج لكي يتمكن من إعلان الانضمام للمعارضة ومما سمعته وتأكدت منه بالوثائق السرية وبالغة الحساسية بأن العمل يسير بشكل سريع ومنظم لتطويق السعودية وجرها للحرب وستبدأ بعد أن ينتقل الآلاف من المتطرفين أو ما يسمى تنظيم داعش إلى ليبيا كمحطة ترانزيت ليتوجهوا إلى ساحة معركة كبيرة هي سيناء حتى يتم إعلان دولة إسلامية في تلك المنطقة وذلك بالتزامن مع اقتحام الآلاف من متطرفي تنظيم داعش للأراضي السعودية والأراضي الكويتية بعربات الدفع الرباعي والتي تستطيع الوصول للأهداف بسرعة عالية من أخطر ما أطلعت عليه بالصور والوثائق والمستندات خلال تلك الأربع ساعات الخطيرة أن تنظيم داعش يدار ويتم تحريكه من خلال غرفة عاملية حربية في مشهد ويدير الغرفة كبار قادة المخابرات الروسية والإيرانية والهدف هو خلق فوضى كبير في العالم العربي عامة والخليج خاصة والسعودية تحديدا فالنظام الإيراني لا زال يؤمن ويسعى بكل الوسائل لإخضاع مكة والمدينة لولاية الفقه أما روسيا فإنها ترى أن ذلك انتقام لابد منه لأنها تؤمن أيضا بأن السعودية كان لها دور كبير بتفكيك الاتحاد السوفيتي وهزيمته في أفغانستان بعد أن أوصلت سعر البترول إلى أسعار متدنية مما سبب الانهيار الاقتصادي للاتحاد السوفيتي وتتولى غرفة العمليات الروسية الإيرانية في مشهد وباستخدام الأقمار الاصطناعية الروسية مهام مساعدة في مساعدة تنظيم داعش في مخططاته وتحركاته والتكتيكات التي يتابعها خلال عملياته وكشف طلعات طائرات التحالف الدولي التي تستهدف التنظيم وإذا ما نجح الروس والإيرانيين في تنفيذ أخطر مخطط تشهده المنطقة فإن ذلك في حقيقة الأمر سيكون كفيلا بإعادة هذه المنطقة مائتي عام إلى الوراء بكل ما في ذلك من مآس ودمع الرأي وكالة أنباء الأناضول نشرت تقريرا لعزة ماضي بعنوان عشرين يوما في العناية المركزة وشهران من العلاج تلخص حكاية سوريا أصيبت بحروق حيث يروي التقرير قصة فتاة سورية أصيبت بعدوى جرثومية خطيرة في المستشفى التي نقلت إليها للعلاج وكادت تودي بحياتها عقب تعرضها لحروق شديدة جراء انفجار المدفأة في مدرستها بإدلب ومع تراجع حالة الفتاة الصحية أحضرتها أسرتها إلى تركيا وهي في ظروف غاية بالصعوبة يحدوها الأمل بالتماثل للشفاء لتبدأ رحلة العلاج في ولاية هاتاي لتنتقل بعدها إلى مدينة قهرمان مرعش وترقد في العناية المركزة في المستشفى لمدة عشرين يوما خرجت بعدها لتتابع رحلة العلاج في ذات المشفى بإشراف أطباء أترك وفي حديث لها مع مراسل الأنضول قالت الفتاة إنها تعرضت لحروق شديدة عند وقوع انفجار أثناء محاولة اشعالها المدفأة في المدرسة نقلت على إثرها إلى المستشفى إلا أن سوء أحوال مستشفيات ناجم عن الحرب في سوريا أدى إلى إصابتها بعضوى جرثومة الزائفة وهو ما أصابها بغيبوبة حتى فقدت أسرتها الأمل بشفائها وأوضحت أنها نقلت إلى تركيا لتلقي العلاج وأنها بدأت تتعافى من مرضها بجهود الأطباء الأترك حيث تم القضاء تماما على العدوى مشيرة إلى أنها ستعود إلى حياتها الطبيعية خلال فترة قصيرة والزائفة بكتيريا تزدهر في بيئات المستشفى وتعتبر النوع الثاني الأكثر شيوعا للعدوى في المستشفيات حيث تمتلك البكتيريا مجموعة واسعة من الأجهزة المفرزة للبروتين وتنتج العديد من المستخرجات التي تعتبر مهمة في الآليات المرضية من جانب آخر قال طبيب المعالج عبدالقادر جيقر إن الفتاة أصبحت في حالة صحية جيدة تؤهلها لمغادرة المستشفى خلال بضعة أيام موضحا أنها خضعت للعلاج على مدى 56 يوما وأجريت لها عمليات زراعة جلد ناجحة للمناطق المحروقة من أعضائها صحيفة أكشم التركية نشرت مقالا لكورتولش تايز بعنوان إسقاط أردوغان حيث يرى الكاتم بأنه في سابقة تاريخية لم يكن في التاريخ التركي لها مثيل نرى استهداف الصحف والمجلات العالمية لشخص أردوغان مع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات وفي مقدمة هذه الأبواق صحف عالمية مشهورة مثل صحيفة نيويورك تايمز والجارديان والإيكونوميست بعد أحداث حديقة الجزي ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي أرادوا لها أن تكون مثل صاحبتها مصر وأرادوا لأردوغان مصير شقيقه مرسي بحكم الإعدام ومصير مندرس معلقا على المشنقة ما الذي يريدونه من أردوغان؟ الجواب هو أن أردوغان يستمد شرعيته من إرادة الشعب فهذه الحرب كانت ومزلت لأنه يعمل على تطبيق إرادة الشعب ولا يلتفت لما يريدونه وما يملوه عليه فاليوم الذي يتنكر أردوغان لإرادة الشعب ويقوم بما يأمرونه به سنرى كل هذه التحالفات والتهديدات تتلاشى معرية وكما أوضحت الجارديان في عنوان كبير على صفحتها الأولى بأن هذه الاتهامات والتهديدات ستتوقف لو تم تغيير أردوغان أو حل مكانه أحد أصدقائه أو حتى ظهرت أصوات من مساعده ومستشاره تدفعه للعدول عما هو فيه أو لو ظهر طرف أكثر اعتدال في حزب العدالة والتنمية يأخذ بيد أردوغان ويكون أكثر طواعية نعم هذا الذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية يريدون من أردوغان أن يخون أمانة وإرادة الشعب لأنهم طلبوا ذلك يحاولون التحقير من إرادة الشعب التي اختارت أردوغان فقد وصفتها الجارديان حينما قالت بأن الذين يختارون أردوغان ويصوتون له إنما هم فقراء ومتدينون وهم غير غربيين بهذا التحقير يريدون أن يقللوا من شأن رئيس الجمهورية التركية حتى بيتنا نراهم يطبلون ويزمرون للأصوات النشاز في حزب العدالة والتنمية التي تهمس من وراء الكواليس بأن أردوغان قد أرهق الشعب أردوغان لا يرهق الشعب وإنما هو الذي يحمل آمال وآلام الشعب التركي والذي يرهق الشعب هي الأيد الخفية الخبيثة للقوى العالمية التي لا تقبل بأردوغان لأنه لا يخضع لمطالبها في حقيقة الأمر حماية ودفاع الشعب قد لا تكفي مع استمرار وتواغل هؤلاء الإرهابيين فهم لن ينتهوا حتى يستسلم أردوغان ورفاقه ثم يسجدوا للقبلة التي يحددها لهم هؤلاء الإرهابيون العالميون وأقول لهم إن أردوغان ورفاقه لن يركعوا لكم لأنكم ولأنهم يركعون لمن هو أكبر منكم فهم يركعون لله بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر